بسم الله أهلا بكم متابعينا الأعزاء مع سبب المكالمة المصربة بين مرتضى منصور وأحمد دياب في البداية ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل كمان اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انتشر مكتع صوتي مصرب لمكالمة هاتفية بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ورئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب أحداثة جدلا واسعا في الشارع الرياضي المصري على مدار الساعات الماضية وتداول رواد مواقع التواصل لاجتماع تويتر وفيسبوك المكتع الصوتي قبل أن يتصدر اسم مرتضى منصور الترندي داخل مصر بسبب الألفاظ الخارجية التي صدرت من جانبه تجاه شخصيات مؤسرة وكان أبرز ما جاء في المكالمة تعهد واضح وصريح من جانب رئيس الزمالك مرتضى منصور باختياد أحمد دياب إلى السجن قريبا بسبب قيامه بتوجيه ألفاظ نابية خلال المكالمة الهاتفية إلى مرتضى منصور وبالنسبة لقصة مكالمة أحمد دياب ومرتضى منصور فمن الواضح أن الأوضاع بين مرتضى منصور وأحمد دياب لن تنتهي قريبا خصوصا أن المكالمة احتوت على ألفاظ يعقب عليها القانون الجناء المصري كما أن المستشار مرتضى منصور أكد أنه قام بتسجيل المكالمة وسيتأخذ الإجراءات القانونية ولم يعرف السبب حتى الآن وراء تلك المشدة الكلامية لا سيما أن المكالمة المسربة تصص منها جزءا كبيرا ونشر فقط الجزء الخاص بالسباب بين الطرفين ولم يتضح إذا ما كان أحمد دياب هو الذي بدأ بالسباب المرتضى فكما هدد مرتضى منصور بنشر المكالمة هدد أيضا أحمد دياب بالشيء نفسه فكلا هما كان يكون بتسجيل المكالمة ولم يخرج مرتضى منصور رئيس الزمالك لحديث حول تلك المكالمة المسربة حتى هذه اللحظة بينما رفض أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية الإدلاع بأي تصريح حول الأمر وبالنسبة للسبب الرئيسي لخلاف مرتضى منصور وأحمد دياب هو مباراة القمة بين أهل والزمالك حيث يريد مرتضى منصور الضغط على الأهل ورابطة الأندية وقيام الأهل باللعب مبارياته المؤجلة قبل مواجهة الزمالك وذلك لسقوط الأهل بدنيا بينما يسعى أحمد دياب إلى تأجيل بعض مباراة الأهل من ناحية أخرى يدخل فيوتشر في الصورة وذلك عندما انتقل عمر كمال عبد الواحد من الزمالك إلى فيوتشر وقد انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى فيوتشر إلى صعوبة عودته للزمالك مرة أخرى رأيت تكتبوا لنا رأيكم في المكالمة المصربة بين أحمد دياب ومرتضى منصور وباشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته